فخلينا نتكلم عن بعض هذه الوصايا الوصايا تفصيلين في البداية أقول في آية ذكرها لنا الرسول بطرس في رسالته الثانية لصاح الأول قال لنا آية مشجعة لكل من يريد أن يعيش القداس كما أن قدرة الله قد وهبت لنا كل ما هو لازم للحياة والطقوة بمعرفة الله الذي دعانا إلى مجده وبفضيلته يعني يعني العبارة دي يعني أيها المؤمن يا من صرت من أولاد الله أتريد بحق وتشتاق وأنا أشك أن يكون في واحد واحد اتولد ولادة جديدة وقابل المسيح مخلص ومعندوش مل القداس ليه لو مش موجود أنا هقول دي عايزة علامة استفهام ربما ما يكونش خالص اتولدنا الله طيب يلي عندك الرغبة الله بيقول لك أنا عندي الإمكانيات لأجعلك تعيش القداس ما هي عندنا الكلمة قراءتها كل يوم يسكن فينا الروح القدس عندنا الشركة المؤمنين في كلمة الله في الكنائس أقصد عندنا ما نسميه وصائط النعمة اللي بيها حياتنا الروحية تنمو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر